بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة معاكم دكتور محمود حسين لإنهاء قرس السويل ستبليزيشن الخاص بالمستوى العاشر لقسم الهندسة المدنية بجامعة الملك خالد نهارده إن شاء الله هننهي شابتر سيفن اللي هو السويل السبليزيشن ميسود والجزء السبعتاشر اللي هنتكلم عليه في هذا الشابتر اللي هو الانجيكشن جراوتينج أو الحقن بتاع السويل هناخد فيه السمنت جراوت والفلاي أش جراوت أو الكلي جراوت والكيميكال جراوت فلو كلمنا عن الانجيكشن جراوتينج بنقول إنه يعني إيه؟ يعني أنا عندي بعض المحقونات المائعة أو مختلفة يعني بيبتدي يحصل فيها إيه؟ بتحقن إنجيكتد إن في الهولز أو الفراغات بتاعة السويل الضعيفة عن طريق نظام ضغط معين يعني أنا إيه التطبيقات بتاعة الحقن بتاعتي أو إيه فايدة الحقن بتاعة السويل reducing of permeability ودي أهم حاجة إن أنا أقلل النفاذية بتاعة السويل reduction of settlement يعني هيحصل برضك خفض للهبوط بتاعة السويل stiffening of soil أبتدي أقوي الطربة نفسها وunderpinning نفس الكلام وهكذا يعني فيه أكتر من فايدة للإيه؟ للإنجيكشن جراوتينج الجراوت ديت اللي إحنا أو الحاجة اللي إحنا هنحقن بيها ممكن تكون عبارة عن cement grout أو fly ash grout clay grout chemical A grout بنقول in this method stabilizers are introducing by injecting into the soil خلاص بطريقة ديت أنا حطيت المادة بتاعتي فين في السويل grouting is always done under pressure اتفقنا إن هو لازم يبقى تحت ضغط يعني أنا مش هعمل الحق من غير ضغط high viscosity stabilizers are suitable for high permeable soil يعني أنا ما عندي طربة ذات نفاذية عالية زي loose sand مثلاً فلو أنا أحط مسبت بتاعي الفيسكوستي بتاعته عالية أو اللي زوجة بتاعته عالية ده يعتبر مناسب للطربة اللي هي ذات نفاذية عالية not suitable for clay طيب ما فاش فراغات because very low permeability هي أصلاً الفراغات بتاعتها قليلة جداً low permeability يعني نفاذية قليلة جداً فمش هينفع إن أنا أحقنها the method is costlier than other direct band blending AMS طبعاً هي مكلفة عشان ايه مكان ايه مش المادة اللي انت بتحقن ايه بيها ولكن المشكلة في المكان اللي انت لازم تجاهزه عشان تحقن السويل تحت ضغط عالي suitable for a period zones of relatively limited extent يعني برضك مش عايز مسافات كبيرة جداً بمعنى previous stratum blow to dam يعني لو عندي طبقة ملها تحت الايه الخزان فأنا طبعاً مدفونة فأنا ممكن أحقنها عشان ما يحصلش نفاذية للمية تحت الخزانات use it to improve the soil that cannot be disturbed يعني أنا ممكن أحسن الطربة اللي هي ما تتقل قلش يعني an area closed to an extent in building can be stabilized by this method طبعاً طالما المساحة مقفولة ومساحة صغيرة مش open زي الطرق اللي احنا اتفقنا عليها قبل كده يبقى أنا ممكن أستخدم هذه الطريقة أول حاجة إمتى باستخدم the cement ground cement ground consists of a mixture of cement water بس مية وإيه وأسمان if the hole drilled in the soil يعني أنا عملت الحفرة خلاص في الصويل وكانت smooth water cement ratio is kept mal low يعني لازم أخلي بالي أني نسبة الwater cement ratio تبقى ملها قيمة صغيرة chemicals are also added in the ground to increase its fluidity بمعنى لو أنت جبت خلا فكرة الـ cement مع المية ممكن تبقى الميوعة بتاعتها عالية جداً فما تقدرش تضغطها عشان كده ممكن أستخدم بعض الكيميكالز أو بعض الكيميويات عشان أزود مين الفلوديتي بتاعت الغراؤتين is composed of very fine grain soil and water اللي احنا بنسميه عندنا البنتونايت كلي البنتونايت كلي readily absorbed water on its surface يعني هو أصلاً بيبتدي يمتص مية على مين؟ على سطحه الفيسكوستي والسترينس and flow characteristic of grout can be adjusted يعني ممكن أصبطه according to the site condition يعني نشوف حالة الموقع نفسه هل أنا محتاج أن هي تكون المية زيادة أو المية أقل على حسب حالة الموقع نفسها أو ظروف الموقع click grouting is suitable for stabilizing sandy soil خلي بالك لل sandy soil آه لكن ما تقولش في الرك أنا الرك عندي الفشل الرك هنا محتاج حاجة تمسكهم مع بعض فحطيت cement grouting لكن هنا أحط في السند والبرميبيريليتي بتاعتها عالية لا أستخدم الـ penitonite some chemicals are also added to the clay ground زي ما احنا اتفقنا ممكن أحط بعض الكيميويات زي ما ضفتها للأسمنت ممكن أضفها برضك للـ clay ground clay cement ground يعني أنا ممكن نعمل clay مع السمنت مع ground إذا ميكت شرط of clay و penitonite والأسمنت مع بعض يبقى ده ممكن نعمله خليط ويستخدم عندي في الحق بل إن في عندي clay chemical grout is a mixture of clay وممكن معها sodium كمان silicate ده برضك بيدي مقاومة للـ clay grouting وطبعاً it is effective for medium and fine a sun طبعاً دولة تعتبروا أهم الترب اللي ممكن نستخدم فيها الـ clay grouting آخر grouting هنتكلم عليه اللي هو الـ chemical grouting the grout used consists of solution of sodium silicate in water نو نسمعها الـ water mean glass فكذا اللي إحنا أخذناها قبل كده the solution contains both three medium hydroxide and colloidal silicate acid and insoluble silicate gel is formed هو ده السؤال بتاعنا إنه مني في الآخر طبقة مالها أو مادة مالها insoluble من السيليكا السيليكا تعتبر غير مزابة جيل يعني بتتكون as the reaction is slow طبعاً تفاعل ببضعيف جداً calcium chloride ممكن نحطه added to accelerate the reaction يعني يعتبر كعامل حفاز للتفاعل method diet اللي هي الـ chemical grouting is suitable for mean medium bardacol fine sand زي الـ clay the effect of grouting is not permanent هنا مدام دخلنا في الـ chemical ممكن ما يبقاش مؤثر لإن لو جاء لي ممكن مية تتفاعل وتفكلي الجراوتين جديه وتعمل لي مشاكل فلازم أبقى أعمل الدراسة مظبوطة السؤال دلوقتي أنا هعمل grouting إزاي طبعاً ببساطة خالص أنا عايز أعمل grouting للصخرة أو للسويل أو للساند أو لأي نوع من أنواع السويل اللي فيها الفراغات العالية فببتدي أحط هنا حاجة اسمها drill ruled يعني في عندي رود هنا هو بيلف وينزل يحفر لي في السويل بالشكل دو يبقى drill compaction grouting hold to desire depth لحد العنق اللي أنت عايز تعمل له الحق بعد كده ببتدي إيه أشيل هذا الدريل دو وبتدي أحط compaction grouting casing يعني بأعمل هنا مصورة والمصورة دي بتبقى casing عشان تبقى شغال فيها grouting بتاعتي يبقى insert compaction casing in the a pre-drilled mean hold هذه الكيسن بتاعتي هنا ببتدي أعمل إيه بقى begin pumping low slump compaction grout mix in the stage and withdraw at control rate يعني بتدي أحط هنا مين أضغط طبعا بمكان عالي هنا بيبقى موجود عشان يضغط l-grouting هنا هو عشان ما يبقاش هنا بس لازم يخش في مين في الفراغات اللي موجودة في السويل وأنا بأضغط اللي بيحصل ببتدي أرفع l-casing بتاعتي أو l-a المصورة يعني l-casing زي ما أنت طالع هو withdraw بتسحب مين l-casing as stages ما أنت شغل بمراحل as stages are completed until the whole is complete خلاص أنا أعمل أرفع l-casing وفي نفس الوقت أعمل أضغط في كل مرحلة دي مرحلة ومرحلة مرحلة مرحلة كل شوية أنا ضغط وبعدين أرحل وبعدين بقت الحتة دي أبتدي أضغط وهكذا لحد ما أخلص يبقى أنا نهيت الحفرة بتاعتي وعملت grouting للسويل وبكده يبقى إحنا خلصنا course السويل stabilization إن شاء الله ندعو الله أن يوفقكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر